ستار ترانز مع أشرف البرهومي ستار ترانز صباح النور أشرف صباح النور وسرور هاي في صباحي الناس كل ياسموا فينا برشة مواضية اليوم برشة مواضية وبرشة ديجيتال عنا تقريبا أكثر من شهر نحكيوا على البرامج اللي قاعدين تفرجوا فيها على الديجيتال والفيديا باش تكون مع ولد الدار دونك برشة قلونا عليش تحكيوا على أولاد الدار وولاد ديوان أفهم برشة قاعدين يونشوا قدموا في خدمة ميزينة مش نحكيوا على كابسولة جديدة دونك اسمها ترح رامي مع رامي الفوراتي دونك بروجة ارتيستيك جديد نص رامي فوراتي جيهيد الشيرني في الإخراج نقاو محمد أمين زيدي إنتاج دوزيف بروديكسيون دونك الكابسولة ديهاي فتتعدى كل ليلة جمعة تسع عام تعليل على الباجة انستغرام كيف ميديا تونيزي دونك الحلقة البارة كانت بعنوان الجارية لولا نسمع اكثر زغير من الكابسول لولانية بعد كنا نجح نحكي في الموضوع تستعملوا اما انك تلقاها في استاد ليلة هنا نحكيب على تونس دونك كيما كنا نسمع هاي فالموضوع متع الحلقة لولا هو الاكتواليتي وليسار في الملاعب التونسية دونك نقب بطريقة اخرى ترح رامي هي الكابسولة جديدة لرامي فوراتي التشكيلة مع ياسر مزينا جيهيد الشيني محمد أمين زيديو كيف كيف زادة رامي فوراتي شاركهم في كتابة النص دونك الكابسولة تتعدى على الباج انستغرام كيما قلنا اخبالي كيف ميديا تونيزي دونك علش اليوم التوجه للديجيتال خاصة من برش عبادة حكينا على مريم بالقاضي اللي عندها اميسيون ديجيتال على ديوانة فهم كيف زمينا حاتم قزبار عنده اميسيون سبورتيف على الديجيتال ديوانة فهم اليوم رامي فوراتي بعد تجربة قام بها في قناة تاسعة مبرهين بسايلس وطورا نتفرجوا في في رفماك بلوس على قناة الحوار التونسي علش اليوم رامي الفوراتي قرر انو يمشي للديجيتال ويقدم الكابسولة ذا اه اكس بريانس ويحب يجربها يجيت البروبوسيسيون من كيف بروديكشون اه امين كيف كيف فحكينا قلنا ربي وعليش لي مانا ما يجا خنجربوا خنجربوا في ديجيتال شنين نجمو نعملو كنكتبو حاجة كحلوة خفيفة نحا تحاولو نحاولو تكون سنباتيك وننجربوا روينا غاديك شنين نجمو نعطيو ومبلوس انتي تعرف لي مش نفس السيبل متاع الجمهور معنى كي مش كيما في التلفزق مش كيما في راديوه ذا يسيب الواحد داخل ما كالي واحد من داخل من داخل يحب يشوف يحب اينا شنحويلي في ديجيتال برابور ليجون اكثر دونك الحلقة الولى البرح كيما خلنا كانت الجارية الولى شفنا برشة الودود فعل ايجابية من التعليقات تحت الفيديو كان العبيد اللي يتفرجوا معانا تولاي في فيسبوك كان هيفة نجم تخطرنا شوية اكستريم الفيديو بش نشوفوا انه طريقة التصوير اللي اختارها الفريق متاع برنامج ترح رامي دونك هي طريقة تصوير جديدة شوية في تونس دونك التليفون لازمك تقلبوا هكا برعرض مش ناجم تتفرج في الفيديو واذاك علي سئلنا رامي عليش طريقة التصوير هذي بذيت خاصة انه شفنا نوعا ما شوية تعليقات نتعبرش نبارة انه طريقة التصوير هذي موجودة في مصر دونك نحكيه على الداحيه الصانع المحتوى المصري وبش انتيحوا بينصير في المقارنات ما بين النسخة التونسية والنسخة المصرية اكيد رامي فوراتي عنده مخور في الموضوع كالعباد يبش تقول نسرقت وراكم تسرقوا كذير انا حبينا شوية ستيل التصوير هذي نأكد عليه الحكاية يشابه شوية للدحيح بسيفتو يعجبنا يعجبنا الكل معناه كيفانا كمامين كما البروديكشون الكل يعجبنا ستيل اذيك اما حبينا نمشيوا في الاكتور ونبعدين شوية على ستيل فيديوهات فيديو تقص فيديو ترجع وكاذي وجو اذيك وان بلوس بالستيل اذيك بتاع الجامب كوت يخفف شوية معناه في الكابسول كما تعرف كابسول ديجيتال تعدى على الانستغرام دونك ماذا بينا حاجة خفيفة تتعدى متى حتى انتي تاكل في حاجة كحديدة قدامك تتفرج معنا اذا هو شحبين هذا شحب يقول رامي بخصوص انه لطريقة التصوير هذيك كيف هي فلاحظنا انه اليوم برش عبيدي اللي قاعدين يمشيوا للديجيتال هما صناع محتوي دونك عندهم كما نقولوا قاعدة جمهيرية معينة او خدموا في في الثلاثزون بعدي كتوجهوا للديجيتال قاعدين نشوفوا في برشة دي بودكاست مش شافي طبعا شوية نزيدوا نحكيوا عليه كيف لطفي بوسدرا وغيرهم من صناع المحتوي قاعدين يقدموا في دي بودكاست ولا دي فيديو على الديجيتال لكن اليوم رامي الفورات يدخل في مغامرة جديدة ما عندوش يعني جمهور سابقة على الديجيتال حابنا نسألو رامي هل انه يعني يدخل في كما نقولوا تجربة جديدة ومغامرة ما تخوفوش الارقام انو يخدم تحت ضغط الارقام وهكا كانت ايجابته انك مش تخدم تحت ضغط الارقام رامي تخدم بيه تحت ضغط الارقام ونساب المشاهدة وكذيرا ونفسه في التلفزة كما نفسه في الراديو معني ما مش قباضة هي في التلفزة والراديو تخدم بليش نساب المشاهدة حاجة مهمة في البلايس الكل في دي جيتال اكثر خاطر مش يبدأ تشوف فيه الشي قدامك يمشي ويزيد انتي الوعد مربوط برشة بالارقام من ايجا خن نعملو احنا نحاول ونعملو حاجة بيه حاجة سمباتيك كان بش تتبع الارقام بش تتبع رائما كان عينهم مش يتفرج ولا عبيد مش تتفرج كان لعبيد ما اجبهمش ما مش تتفرجوا ومعني الارقام كمش تحطها من الول يا ربي الارقام الارقام رابش يصير فيك ما ايجب تدخل في ديبريسيون ناجب تدخل في ديبريسيون وانت تتبع في الارقام؟ اي على فكرة بالحق رابو دخل في ديبريسيون معني يصني عن محتوي في العالم اه في العالم فهم مشكل كبير برشة ضغط يجري ويجري والارقام انه الناس تزيد تتفرج يزيد وعملوهم دي تشالنج ما اكبر بش يزيد ويتفرجوا تحديات اي تحديات ولي فيديو وليزمهم يجب دو في الاخر برشة منهم قالوا رانا بش نيخذوا رتريت او نوعا ما بش نيخذوا بوز لاني احنا مزيل فهم ما يتخدم في الموضوع كيما رامي كيما معرامي كيما عبر شو خرية بينصروا المرشي مزيل صغير خاصة في تونس ما نحكيوش على الخليج العربي خاطر نعرفو كمية الارقام المهولة اللي قاعدة تصير وخاصة توا يعني التحديات اللي قاعدة تصير في تيك توك تشوف حاجات غريبة هاي فتحديات غريبة الهدف في متيحة انهم كيما نقولوا يكبسوهم ولا يدخلوا اكثر فلوس كبسو 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 شاير ساعات يعني نتخلق وهذا حكينا عليه اكثر من مرة هاي فالصناع المحتوية اللي في الخليج اللي يدخلوا صغارهم يعملوا مثلا مقالب في والديهم والهدف يكون الارقام وتبقى ينسير الارقام مجرد ارقام كيما قلنا رامي فوراتي والتشكيلة اللي معها لكل جيهد شيري محمد أمين زيدي ان شاء الله بالتوفيق ليهم في التاجربة هذية كيف كيف زادة لنفس البوات دو بروديكسون هذية هيفا عندها ميني سيري قاعدة تتعدى كيف كيف على الباج كيف ميديا تونيزي اسمها بلا بلا دونك العبيد اللي يسمعوا فينا توا يدخلوا للباج انستغرام يتفرجوا في الكابسول الجديدة بتاع رامي فوراتي كيف كيف هما ميني سيري اخرى قاعدة تتعدى بالتوفيق للناس اللي قاعدة تخدم في الديجيتال في تونس المهم انه ان شاء الله نخلقوا ضحكة جديدة سيزينا من الضحكة من الدولة خاصة انك نحكيو على الضحكة اللي عرفناها في التلفزة التونسية مختلفة شوية على الضحكة اللي قاعدين تفرجوا فيها في الديجيتال ونحكيو اكثر على كيفش انك انت عندي فقرة اسمها ابطال الديجيتال بطل من ابطال الديجيتال بعد شوية في اكثر من مرة دخل معايا سيمي شيف عباد لحظات في فقرتنا اليوم ستار ترانتس